السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتابي اللغة يكون هنا نستقنف نعم تبقى من هذا النص اللغة للبلاسي أيضا طبعا بقي لنا بعض الكلمات وبعض العبارات متعلقة بالنص الفعل الأول الذي عندنا هنا كما نقول اجتماع الآن نتكلم عن الوفير سوغ السمبلة سوغ السمبلة يعني تشاب أن شخصان أو مجموعة أشخاص بعضهم يشبه الأخر سوغ السمبلة يعني اجتماع نقول مثلا كما عندنا هنا أو كود السفلي لازالاب سوغ السمبلة دوون لابورة أو كود السفلي كما نقول عند إشارة السفر شخصان ما مثلا مسؤول في المدرسة عند السفر يصفر كما نقول عند ضربة السفر نقصد عند سماء سوت السفر سوفر الآخر يشتيم من السفر للدوان يشتيم من السفر لابورة سوفر اجتماع سوفر نقصد عند السفر الأوضاء بلوغ كلاس إلسان توس انسامل إلسان توس انسامل إدن هم كلهم مجتمعون هم كلهم مجتمعون إدن كلهم هم في صفين واحد هم يكونونك في صفين واحد متلا نتكلم على الوغرب سو رسملي سو رسملي ونسويت انا على الوغرب تادر يعني أنك تلوي أو تجعل شيئا معوجا طبعا الوغرب تغضر ومن هو مثلا الوغرب سو تغضر هذا في الآخر طبعا عنده هاد سو إدن نتكلم هنا على الوغرب بخنومينا إدن نقول مثلا بابا ايطان كولار بابا ايطان كولار الراضي هو في غضب الراضي هو غاضب إلسوغول سوغللي إلسوغول سوغللي إدن هو يستدير فوق السرير إلسوغول سوغللي إدن هو طبعا الراضي هو غاضب وبغضبه يستدير فوق السرير إلسوطار كم انفر تطير إلسوطار كم انفر دطير هو يتلو كم مثلا انفر دطير مثلا دودة الأرض إدن هو يتلو مثلا دودة الأرض يستدير فوق السرير إدن نتكلم على الوغرب سوغللي إدن هنا عندنا سوطار إلسوطار إلسوطار كم انفر دطير إدن هو يتلو مثلا دودة الأرض تيمو في مال تيمو في مال أنت أسأت إلي تيمو في مال كم نقول أنك ألمتني هنا عندنا أنت تفعل سوءا كم نقول أنك سببت لألم تيمو طار لبغة أنت لويت كم نقول لبغة الدراء أنت فتلت دراء أنت أدرت دراء إدن أنت سببت لألم تيمو في مال تيمو الطالب نقول مثلا أنا لم أعد أستطيع أكتب أنا لم أعد أستطيع إكخير الكتابة مدام أنك لويت لدراء وألم تني في يدي ما بليم أطرد إذن كمان نقول أن ريشاتي أطرد أطرد كمان نقول أنها لويت تم ليها أو أنها يعوجت إذن نتكلم مرحل طبعا هنا هنا لدينا لفر مرحل هنا لدينا مرحل ين أطرد لدينا 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 أنا التويت الرجل المقصود أنني قمت بلي رجلي بسبب خطأ في المشي إذن الصرف عندنا تماما كما رأينا في المسابق عندما نصرف ذرب مثلا نقول مثلا أنا أغسل نفسي الرأس إذن ممكن أنني أقول مثلا ممكن أن نقول في نفسي الرأس أنا أغسلت نفسي الرأس كما نقول أنني أغسلت رأسي إذن طبعا تتكلم على هذه الأفعال التي تصدر من الفاعل وإلى نفسي هذه الشاشة تتصنف كما نقول أفعال الضميرية إذن هذه الأفعال تتصدر من الشخص وإليه أو أنها تصدر من مجموعة أشخاص وإليهم نتكلم عن مجموعة إذن عندما يغسل الإنسان نفسه إذن ممكن أنه يغسل رأسه نستعمل هذه الأفعال ثم نحدد طرف المغصور إن أردنا إذن نقول مثلا إذن أنا التويت كما نقول أنني جعلت نفسي التوي ثم أحدد شيء الذي جعلت يلتوي الرجل إذن هنا طبعا كما نقول أنه يجعله نفسه وينجو بعدما لا تتكلم على الورب sorry sorry يعني أنك تنجي شخصا أنك تقوم بنجدة شخص إذن نتكلم على الورب sorry هنا نتكلم على الورب sorry كما نقول أنك تجعل نفسك تنجو نسويتنا الفراز ثم عندنا الجمل الفراز ماتر وفتور إذن نتكلم على الفعل نتكلم عن فعل وضع كما نقول في الوضع أو فتور يعني في المستقبل نقول مثلا بابا ما أوفر أجو لفاز جلومتري سورة بابا ما أوفر طبعا نتكلم على الورب أوفر أوباسي كومبوزي إذن بابا ما أوفر إذن الأب هو الذي منحني يد أم لعدنا م بابا ما أوفر طبعا م عنده أ مع أ نضع ثم نضع فنقول بابا ما أوفر أبي منحني بعد مرة نتكلم على لوفر لوفر يعني العرض والطلب طبعا لوفر هي اللي عنده علاقة بفعل وفر يعني في المناحة أو عرضة بابا ما أوفر إذن أبي أنه منحني أنجولي فاز طبعا نتكلم عن إناء الذي نضع فيه الورود إذن يسمى أنفاز أنجولي فاز هو منحني إناء أنجاميلا تنسح التعبير تضع فيه الأزهار بابا ما أوفر أنجولي فاز إذن هاد الإناء الخاص بالأزهار جولو ماتحي أنا سأضعوه طبعا نتكلم على نوفر ماتح كما قلنا أو في تيوغ سيمبل في المستقبل البساط جولو ماتحي أنا سأضعوه جو ماتحي لفاز إذن أنا سأضع هاد الإناء سوق الطابل فوق المائدة أو فوق الطاولة إلى غير ذلك بابا ما أوفر أنجولي فاز جولو ماتحي سور الطابل ثم عندنا جين أأبورتي دي فلور جين أأبورتي دي فلور نو لماتحان طبعا نتكلم على هاد الأزهار هي في الجمع سنعوضه بهدلي هنا عندنا لفاز كلمة مذكرة في المفرد سنعوضه بدله لو كانت الكلمة مؤنية سنعوضه بلا نقول مثلا جولو ماتحي سور الطابل أنا سأضعها سور الطابل فوق المائدة طبعا هنا نتحدث عن هاد الأشياء أنها في الجمع إذا جان أأبورتي دي فلور إذا جان أنه جالب هنا عندنا كما نقول أزهار كلمة ماتحي نصف سور الطابل فوق المكتب ست أطي هاد الصيف ست أطي هاد الصيف فالأصل لدينا هاد الأطي كلمة مذكرة فالأصل سنقول س س نقول مثلا سو مارشي سو مارشي هاد الصوق إذا نتحدث عن كلمة مذكرة سنسبق هاد س طبعا نتحدث عن أداة من أدوات إشارة هنا طبعا كلمة أطي مبدو أب إن فويل هي كلمة مذكرة حقيقة فالأصل علينا أن نضع أمام س لكن هاد أطي هي كلمة مبدو أب إن فويل مبدو أب هاد أ طبعا سنضيف هاد أطي بدل هاد فاد أ ثم وضع أبوستغوف كما رأينا قبل قليل سنقول ست أطي ست أطي هذا الصيف جيري هاد إيري طبعا طبعا تنعرفوها هادي سالا كونجيجزون دي verب علي أو فتور سمبل طبعا هذا الصيف في علي أو فتور سمبل في المستقبل البسات نقول جيري تييرا إل إيرا نوزيرون وزيري إلزيرون إلزيرون أو بيان إلزيرون هنا سيدهابنا على بلاج إلى الشاطئ هنا عندنا ست أطي هذا الصيف جيري أنا سأذهب على بلاج إلى الشاطئ ست أطي جيري على بلاج جمات خي ممايو إذن أنا سأدقم أو أنت ست أطي أو أنت ست أطي تعجو لرب فستيناك الجامل ست أطي ست أطيب ست أطيب ست أطيب 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 ست أطيب أطيب ما زال ما نصرفه هنا سنصرفه طبعا حسب الحاجة إذا نتكلم عن إلا غيك أس إذا نتكلم عن هم معنى آخر إذا هم يتهيأون للإنطلاق طيور السنون يتهيأون للإنطلاق الزررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لما ماما مواما عاما هي موادعه كما تلاحظون هنا لقدها بالمتعبات لغتنا تبع هذه الفترة أو كنت حتى الوقت وهذا بالمتعبات لغتنا ولقد هي مرة مات رغتنا كما يتكون هنا ثم وهو مسبوك ب لغتنا الحاجب ع�ر اوآبريزان وله العلاق علم لغتنا بمات رغتنا نقول جيمي تيامي الامي نوزابومي فوزابيمي إلزامي إذن عندنا هنا إلا وبيع الامي إذن هي وضعت أو مامون أمي أمي أنه وضعت وضعت سوق لطابل وضعت فوق الطاولة أو فوق المائدة دي بير من الزبدة دي الفارين من الدقيق دي السكر من السكر إذن لماذا إذا وضعت الأشياء فوق المائدة إذن سواء قطار عيتي تيهاية أفار لطاقو مابي أمكاتو بحلوة أو بكاكاتو مامون أمي سورة الدبيبير دي بير دي لفارين دي سكر إذن سواء فاريّ أفار لطاقو مابي أمكاتو Papa a sorti Son fusil Ses grosses chaussures Elle se prépare A la chasse إذا هو يتعيق للدهاب إلى السيد Papa a sorti طبعنا نعضنا لوفير sortir عاتتن لوفير sortir ممكن أنه يصرف مع أبوار كما عندنا هنا وممكن أنه يصرف مع أتر إذا قلت مثلا Papa a sorti إذا أبي هو خالج هو اللي خالج ولكن هنا عندنا Papa a sorti Papa a sorti أبي أخرج شنو أخرج عالينا أنك من الجملة Son fusil أخرج بندقيته Ses grosses chaussures ثم هو أخرج أحديته الكبيرة إذا هو يتهيق بدأ مرة تتكلم على أخرج بندقيته إذا نتكلم عن تهيئت المتعليق بالمتحانات مثلا إذا سوى prépare أخرج بندقيته سوى أخرج بندقيته سوى أخرج بندقيته تابنت سوى تزررف مع ج تزررف الم مع ج تردنا مت مع ت تردنات ت مع الثل مع تردنا نغو تمام مع الثل أو الثل تردنا سو فان ايجاب زبان تيتو بريبار إلسو بريبار ننبريبار إلسو بريبار إذا إلسو بريبار هنا في المفرد إذا هو يتهيئ للدهاب على شاس إلى الصيد إذا أبي أخرج بندقيته ثم أهديته الكبيرة إلسو بريبار إذا هو يتهيئ للدهاب إلى الصيد نتكلم هنا عن صيد البر ومنها مثلا لوفر شاسي لوفر شاسي إذا نتكلم عن فعل إصطادة ولكن إصطادة طيورا أرانيب إلى غير ذلك أما صيد البحر يسمى لاباش ومنها مثلا لوفر باشي ومنها مثلا لوفر باشي نسمي سياد الأسماك مثلا أمباشر أو بيان لباشر هنا نتكلم عن لشاسور لشاسور نتكلم عن صيد البر ثم عندنا إلا دوسط أغدر إلا دوسط أغدر عليه. يتوجب عليها. نتكلم عن طائر سنونة طبعا في كلمة مؤنتة. اذا نقول هي يتوجب عليها. المقصود كما نقول احنا بالدارجة ما تكون الا الوات الجناح ديالها. ما تكون الا الوات الجناح ديالها. او حتى ان اردنا ان نستعمل هاد فعل توجبه. ايما استطعش الطائر يجب ان يكون الجناح دياله ملتوي باش ما يطير. اذا هاد الطائر مادم انه ما طارش. خاص يكون الجناح دياله ملتوي. اكيد الجناح دياله ملتوي بمعنى اخر. هذا هو المقصود هنا. باستعمال. كما عندنا هنا. الا دي سوطار هنا. نقول مثلا جان اطمبي. اذا جان هو سقط. يلبلغ. هو يبكي. اذا دي سوفر مال. اذا هو يتوجب ان يكون فاعل لنفسه سوء. المقصود ما يكون الا تقصح. جان اطمبي. اذا جان هو سقط. يلبلغ. هو يبكي. لماذا هو يبكي. اذا دي سوفر مال. اذا ما يكون الا قصح راسه. اذا ما يكون الا سبب لنفسه سوء. الى دي سوفر مال. اذا ما يكون الا سبب لنفسه ألم. كما نقول هنا. هو يتوجب ان يكون قد تسبب لنفسه في ألم. يجيب ان يكون قد تسبب لنفسه في ألم. تقريبا. الى دي سوفر مال. ثم عندنا ان غير فيه فيه. اذا ان غير نقام بمسألة. يتروف ان كي يكون قد تسبب 40 فرق. اذا هو وجده بان قلم. قد يكون قد تسبب 40 فرق. اربعين فرنكا. الى دي سوفر مال. اكيد انه اخطأ. يتوجب ان يخطأ. الى دي اذا يتوجب سوفر مال. الى دي. يتوجب سوفر مال. الا اخطأ. ما دام انه لقى هذا التمن. ربما الباهد. اذا ما يكون الا اخطأ. يتوجب سوفر مال. اذا هو وجده بان قلم. قد تسبب 40 فرق. انه قيمته اربعين فرنكا. الى دي سوفر مال. الى دي سوفر مال. الواقع لا يحب هذا التمن. اذا اكيد انه اخطأ. الى دي سوفر مال. ثم عندنا جاكلين. اي بارتي عليكول. جاكلين اي بارتي عليكول. اذا جاكلين انه ذهبت. جاكلين اي بارتي. جاكلين انه ذهبت عليكول. الى مدرسة. اذا لماذا لم نقول ان جاكلين هو ذهب. ربما تكون اتكلمة جاكلين تعني شخصا مذكرا. طبعا بارتي كما تلاحظوا. عند ا ا. خدات ا. في الاصل. مستخرج غروب. مادر دعوت اتكلم ربما تكون عند ا. المدرسة التي في الان المدرسة تكون عندها التائث. اذا مما اننا اضفنا ا. لان الى لان الى 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 متمض champ إذن طبعا نتكلم هنا عن مؤنة جاكلين اي بارتي إذن جاكلين اننا انطلقت الايكول الى المدرسة لو كان عندنا مذكرا هنا لحدفنا هدئه ثم ها هي تعود ها هي تعود ها هي تعود طبعا هنا عدنا الوفير هذا فعل عادة يتوجب ان تنسى المقصود انها نسيت شيئا شيئا ما إذن المقصود ما تكون الا انسات شي حاجة مادم هي انطلقت للمدرسة فاذا بنا نلاحظها تعود إذن اكيد اننا نسات شي حاجة الا دي اوبلية كالكو شوز إذن فلنا تذكر هدي السيغة كما رأينا الان الا دي اوبلية كالكو شوز لن تكون الا قد نسيت شيئا ما ثم عندنا الا تخاب لوشا باردو الا تخاب لوشا باردو نتكلم هنا عن الوم الا تخاب لوشا باردو إذن هي قبضت اوبلية كالكو شوز لغة تخاب لوشا إذن هي تقبض القط باردو من الدهر طبعا عندما تتبع برجله طائر سنونو الذي يلتوى جناحا إذن إلا تخاب إذن هو يقبض يقبض باردو من الدهر إذن هو يقبض سماكة باردو من الدهر إذن نتكلم عن إلا تخاب كما عندنا هنا أو نقول إلا تخاب هو يقبض إذن دائما نتحدث عن لو verb أتخاب هذا فعل قبض إلا تخاب أم بوشا باردو إذن هو يقبض سماكة من الدهر ثم عندنا إلا تخاب ساسر باردو شوز إذن هو يقبض أخطو من الشعر مثل أنت في الردو إلا تخاب ساسر باردو شوز هو يقبض أخطو من الشعر نسود قلنا أورط asking ثم عندنا أورطّغارف إذن عندنا بعض الكلمات التي تضمن كما عندنا هنا طبعا بعض الكلمات تضمن هد آآ إذن عندنا آآ على الجنعات أعلافền أعلافADE التدالي إذن عندنا آآ في نهاية بعض النعود بعض الأوصف نقول مثلا إلي эти آآآ أغى كما تلاحظوا أنها تكتب أغى كما عندنا هنا إليت أغى إليت أغى هو فريح أو مثلا إليت أغىز في المؤنث نقول أغىز طبعا هذا إكس تقلب إلى أس أ هذا إكس تقلب في المؤنث إلى أس أ إليت أغىز إذن هي فريحة طبعا عكسها إن غارسون مالغ ثم نقول إن فيات مالغز مالغز يتكتب نقول شاب أو إلم ن بد أن تضع froze سوف تكتب سوف تكتب لا يقومون نقري لا تصر for ونson لدينا لدينا لعبة يقرب لدينا الإم Aren طلبك الأمر والראビ لا يقري ثم عندنا فلا يكون عندك خوف طبعا هنا عندنا لوفر بأفوار بنفس الطريقة على الامبراتف كما نقول لا يكون عندك خوف سوى كوراجو هنا عندنا لوفر بأتر في الامبراتف تماما مثل الأفعال في الامبراتف نقول مثلا فلتكون شجاعا فلتكون شجاعا طبعا في المؤنث نقول تماما كما رأينا هنا ثم روني ومينة دورم روني ومينة دورم انكور اذا روني ومينة انهم يناماني ايضا المقصود هنا روني ومينة انهم لا زالنا ايمين دورم انكور دورم انكور روني ومينة دورم انكور اذا روني ومينة انهم لا يزالنا ايمين انها الساعة التاسعة انها الساعة التاسعة هل انتم تريدون هل انتم تريدون طبعا هنا عندنا روني ومينة ان تستيقضوا هنا عندنا روني ومينة كما نقول ان هنا هذا من مكانه او كما عندنا هنا طبعا في سياق الكلام ممكن انها تعني ايضا استيقض هل ان تريدون هل انتم تريدون ان تستيقضوا تيطي پاريسو ايوالكوسال السيغار تبعا نقول ان شخص بانو پاريسو يانا او كسول في المو انت نقول پاريسوز دا ايمان بنافس تاريقا كما عندنا هنا تيطي پاريسو يأيوالكوسال السيغار كما قلنا جواله بتابل سيره نكري پا نحن بسیار صليه سيدي كورا جو روني ومينة دوران من كور إلي 9ه وليس ويوالكوسال كما تيطي پاريسو ينفا انا لابتن نحن لابتن ويساق البرس ويساق البرس يدن ات كلمان في العرافة في الحادر تبع البرس ويساق البرس كما عندنا هنا ومنها متن كلمت لابتن لابتن تأيوالكوسال تكتب بنفس طريق المعرفة نحن نأخذ المعرفة عندنا ج جاسي ما لصن انا عرفو درسي تسي تليصان انت تعرفو درس اكا أو أنت تعرفي ندرس اكي إلسي سا لصن هو يعرفو درس او إلسي سا لصن هي تعرف درس أعرف بالنسبة للجمع نقول نحن نعرف درسنا كان ممكن نقول هنا نحن نعرف درسنا كل شخص عنده درس عندنا درس واحد تيعدنا نحن جميعا نحن نعرف نحن نعرف درسنا ثم كان ممكن أن نقول أيضا أنتم تعرفون درساكم طبعا في الحال سواء نقلنا نلص وبها نلص سنضيف S هنا سنضيف S بعد كلمة لص خاصة بالجمع ثم نقول إلصاف لغلص إلصاف لغلص إلصاف لغلص درساهم كان ممكن نقول لغلص ثم لغلص إلصاف لغلص إلصاف لغلص بس هنا ثم بس هنا إلصاف لغلص إلصاف لغلص هم يعرفون درساهم عندنا درس واحد ما عندناش أسنا دي الجمع إلصاف لغلص إلصاف لغلص هن يعرفنا درساهم بس طريقة إلصاف لغلص هن يعرفنا درساهم إذن و بهذا ننهي مع هذه الفقرة المتعلقة بهذه القصة اللغوان دير بلسي طبعا في الفقرة القادمة إن شاء الله سنكمل مع النص الموالي كما عندنا أنف إلى ذلك من الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله